في تمام الساعة الثامنة صباحا وعلى متن طائرة متجات من مطار الأسكندرية إلى مطار القاهرة الدولية في بداية الأمر بات الوضع آمنا وبعد لحظات قليلة قام رجل ستيني وزعم أنه اختطف هذه الطائرة لا تتحركوا لا تتحركوا ارتدي حزام الناسف أنتم اختطفون من قبل رجل متلق مراتو انتشر الظعر في أرجاء الطائرة وبعد لحظات ليست بكثيرة نبلغ المختطف طاقم الطائرة أن يبلغ الربان أن لا يهبط بمطار القاهرة إذا أردتم النجاح لا تقوموا بأي أفعال طائشة وانتي حق سكت ابنك دا شوي ازداد القلق أكثر وأكثر إلى أن علم المختطفون أنهم مختطفون لمطار قبرص أصابني التوتر كثيرا لكنني عندما نظرت إلى حزامه الناسف وأعطت النظر إليه اكتشفت أنه حزام كرسيم بتاع التخسيس كنت أنويا أكشف الأمر لكنني عندما علمت أننا صنع بطفي مطار قبلس والتي الله مصلحة للحظات قليلة ظننت أني لن أرى منزلي مجددا التقطت هاتفي وقمت بالاتصال على زوجي في منزلي وأبلغته أنه يقف المحبس المية ويأخذ كيس الزبالة هو نازل وعندما علم أني مختطفة وسأهبط في قبرص قال لي فلا تعملت المحزوزة لم يتملك المختطفون أعصابهم من الفرحة وسرعان ما أطلقوا الزغاريت والهتفات وتبادلوا الأحضان والقبلات وصاحوا بصوت واحد بنحبك خطفنا وفي قبرص احدفنا